تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنا متزوج لكن ليس لدي أولاد ولي أصدقاء وأنا كثيرا أتعشى مع الأصدقاء فهل علي إثم إذا أكلت عند الأصدقاء ولم أكل مع زوجتي وأهلي الذي عليك يا أخي زريبان هو أن تحرص على معاشرة زوجتك بالحسنة وحسن معاشرة وإذا تيسر لك أو استراهن تغلب نفسك بأن تجعل في بعض الأوقات أو في أكثرها عشائك مع أهلك زوجتك وأهل بيتك فإن هذا أنفع وأقوى في شد الألفة وتقوية الرابطة بينكما وهذا من أعظم ما يدخل السرور على زوجتك وأهل بيتك وعامة مجالس الأصدقاء لا تأتي على صحبها بخير اللهم إلا إذا كانت المجالس مجالس ذكر وعلم أو مجالس عاملا في مكاسب دنيوية وما عد ذلك فيغلب أن تكون على لهو أو غفلة ومن شأنها أن تضر بمصالح الإنسان نعم ترجمة نانسي قنقر